هل إحنا نقدر نرجع يعني من خلال بقى الحالات اللي بتيجي لحضرتك وبترصديها والأبحاث والحاجات دي كلها هل نقدر نركع كل الحاجات دي للمخدرات بس؟ ولا إن إحنا العنف ده بقى زي ما تفضلت وقلت في الأول عشان بنشوفه على القنوات وعلى السوشيال ميديا والألعاب والجيمز والبوب جي ومش عارفة يعني هل ده يصدر عن الناس تعرضوا لأنهم شافوا الحاجات دي ولا لازم مخدرات؟ أشكرك يا دينا أنت قلت الجملة الصح بصي دايما أقولهم كده العنف الأسري ده مش ظاهرة بتاعت حاجة واحدة بس هي مالتي فكتوري أو بيسموها متعددة العوامل هي أسبابها أحد أسبابها المهمة جدا والخطيرة جدا المخدرات أحد أسبابها سوء التربية سوء التربية الأم والأب ما عندهمش وقت يرب أو الأم والأب بيهينوا بعض اللي هو العنف الزوجي قدام أولادهم تفتكري إيه نوعية الأطفال اللي حيطربوا في بيئة كلها عنف إزاي حيطلعوا يعني ناس أسوياء للمجتمع هل الطفل أو الطفلة اللي شاف والدته بتتهان من والده أو العكس على فكرة عشان دايما بتمنع أساعات ظلمة ناحية الرجال بس أنا فهم من استقوي بحب الستاتة المصريات بالذات يعني ولكن هنقول الاتنين أن أم بتهين الزوج أو زوج بيهين الزوجة تفتكري الطفل ده حيطلع إيه حيطلع إيه أول حاجة حيمارس العنف على زملائه اللي هما أو إخواته في البيت وبعدين يروح يطلعوا الكابت ده على صحابه في المدرسة وبعدين لو رح الجامعة حيطلعوا على زميله في الجامعة وبعدين بقى اقتطامة الكبرى إنه لما يجي يتجوز واحدة أوكي حيهنها ليه حيهنها؟ لأنه شاف والدته بتتهان فده بالنسبة له ده طبيعي الجملة بقى المعتادة بقى لبتقال في كل بيت انت ليه بتهني؟ يعني أنا متجاوزش من خاطر أنا تتهان هقول لها ليه وانتي أجنع عندي من مامتي جملة دي الجملة بتتقال في كل بيت وكل الأفلام ليه هو أنتي أغنى؟ طب ما أنا أميك بتتهان فتقولوا لا أنا الجيل ده مش داي مامتك مامتك إيه بنتقال لا الرجالة بقى مش فاهمة إن فيه جيل طالع من البنات اللي أنا فخورة بهم جدا اللي مش هيسكوتروا على أي تجاوض بالزبط كده بالعكس أي حاجة حتتقلهم بطريقة ما تعجبهمش لأ حيدافوا عن نفسهم كويس قوي وعلى فكرة الموضوع إن أنا ربي بنتي أو ربي ابني إن هو يقول لأ عشان ده ما موضوع قصة تحرش الجسدي والجنسي ده منبتري جدا ولكن بمستويات أو بمستوى فهم لمناسب لكل سن كل مرحلة لها طريقة في التعامل ولكن مثلا هقول لك أنا إجزامبل على بنتي أنا بنتي عندها 13 سنة أنا علمتها إنه يور بادي أو جسمك ده ده حاجة خاصة جدا ممنوع أي حد يقترب منها طيب ولي يقترب منها تبلغي لو أنت في مدرسة هتبلغي مدرسة تبلغي ماما تبلغي الإدارة لو أنت في الشارع تسرخي وطلبي لمساعدة أنا بس بقول لك إنه أنا بديك إجزامبل إنه إحنا بنربي بنتنا على إيه لأ وده حلو جدا عشان الستات اللي بتتفرج علينا دلوقتي تبقى عارفة إنها لازم تواعي بنتها دي مسؤوليتها عايزة أقول لك يا دينة تواعي بنتها وتواعي الولاد أنا دايما أقول كده إيه وعدوا تنسوا إنه ولادكو برضو بيتعرضوا للتحرش لأنه فيه ناس بيستخدموا الأطفال الصغيرين في التحرش من كسد دي والجنة والاعتداء أنا أخلي بالك إنه أنا يعني لازم الاتنين الولد والبنت بس برضو وأنا أم ولد لازم أقوله على حدود معينة لأخلاقياته في التعامل مع البنات يعني أنت مش تعلمي بس ابنك إنه هو يحافظ على نفسه لا يحافظ على نفسه ويحافظ على البنات التانية أيوة دي نقطة دي الأمهات اللي عندهم أولاد ما بيبقوش مدركين ليها أولا أنا معاكي توتلي دي نقطة أنا حسنتكم بتكلم فيها لسه مع جوزي إنه إحنا نقول الولد خلي بالك إنه البنت اللي قاعدة جنبك دي أختك دي زميلتك اللي قاعدة جنبك في أوتوميس دي زي مامتك أنا قصدي إن أنا أخلق عنده يعني على أرض الواقع كده زي ما في حاجات كده ما بيننا إحنا وبناتنا كستان في حاجات ما بين الأب وابنه الزكر عشان كده أنا بقولك إنه الأب والأم عندهمش وقت رب عشان كده أنا بقولك إنه الأم متواجدة أكتر بطبيعة إنها موجودة في البيت أكتر يمكن الأب والأم ساعت بيتشغلوا بشغلهم عن ولادهم يمكن الكورونا دي كانت فترة إنه إحنا نقعد مع أولادنا عازة اكتشاف وإحنا الله ده إحنا أولادنا كبروا ده إحنا محتاجين نوعيهم في الموضوع فلاني الناس الزكية استثمرت وقت الكورونا ده إنه هما يدوا نصايح حلوة لولدهم يستثمروا أولادهم يستثمروا أولادهم الناس اللي اكتأبت واللي خدت من الكورونا ده نعمل أنواع نيجاتف لا بالحكس هما سابوا أولادهم وهقولك الأسوأ من كده إنه هم اعتدوا على أولادهم يعني الأسف الشديد زي حالات إنه هما مثلا مش لازم يكون اعتداء جنسي أو جسدي ولكن اعتداء لفظي إحنا أحد أنواع العنف اللي نعمله أطفالنا العنف النفسي إنه أنت طول النهار قاعدة بتوبخي في اللي قدامك ما أنت ما عندكش حد تاني جرولادك بالزبط كده تطلع فيه النرفزة والعصبية الأب اللي كان قاعد وبيروح القهوة وبيروح الكافي مع أصحابه بقى مضطر يقعد في البيت والأب اللي كان هربان من مراته عشان يهرب المشاكل الزوجية وهي تبتقي شره كان الاثنين بعض عن بعض لما جات الكورونا اللي اتنين بقينا فيس تو فيس هنعمل إيه بقى هنطلع الورق القديم وحنتخانق على الورق القديم عشان كده نسب الطلاق في كورونا زادت تقريبا 30% عن قبل كورونا ودي إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصائي لأنه الناس كانت بتقول كده كانت بنعمل إيه كنا بنخب يدينا كنا عاديم بنلصم في حياتنا عشان ليه عشان الأم كانت قاعدة مع شغولة بولدها وعندها شغولة وحياتها والأم والحياة ماشية والحياة ماشية لما بقينا بقى فيس تو فيس مقدناش نستحمل بقى نقعد مع بعض فيس تو فيس أنا كنت هربان بصحابي وانتي كنت هربانة بالعيال دلوقتي أنا وانتي والعيال في نفس الشقة في نفس الأعديم بنعمل نفس الحاجة كلنا خايفين وعندنا توطر طب هنطلع بقى التوطر على مين؟ على بعض فنرجع بقى نفتح الدفترة القديمة ده انتي كنت بتقولي وانت كنت بتعمل فاكر لما قلتلي فاكر لما قلتلي مين بقى اللي بيتفرج على الحوارات دي كلها؟ العيال العيال يا ريد بقى كمان بنتحور ومفيش منع نحن نختلف دايما بزوق وادب واحترام ما أحلى الاختلاف بين الزوج والزوجة بالادب والاحترام ليه؟ لأني بعلم ولادي ان القوي مش القوي بال مش القوى البدنية مش القوي بقلة الادب لأ ده القوي هو اللي بيعرف يتحور ويوصل لنتيجة لأ ده إحنا بنتعامل مع بعض كزوج وزوجة في منتعى العنف قدام أطفالنا اللي قاعدين ما بيعملوش حاجة لأنه هو مسكين تباتهم التبات بتاعتهم بيلعبوا ويتفرجوا علينا احنا الاتنين فإحنا قاعدين عاملين مسلسل تمثيلية أولادنا بيلعبوا عنف على التاب وبيتفرجوا على عنف في البيت شوفي قد إيه الناس اللي هي للأسف الشديد ما ساسمرش الوقت ده جمع على أولادهم آخر سؤال ليه لأن الوقت انتهى هل في تلافي؟